توج بالبطولة دي أساساً في النسخة الماضية على حساب الزمالك أو بطولة السوبر يعني وتأهل إلى السوبر جلوب طيب خلينا أقول لكم على مستوى باقي الأندية سريعاً وقبل الفاصل أنه النهاردة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة السابق في نادي المصري توجه إلى اتحاد الكرة ليشكو المصري البور سعيدي على مستوى البيان اللي طلع وعلى مستوى المستحقات وعلى مستوى الغرامات المفروضة عليه فبيقدم شكوه هو فضل هو وشقيقه أو توأمه المدير الفني الكابتن حسام حسن عدم التعليق على البيان رفضا الخروج إلى وسائل الإعلام رغم الحياة أن كل القنوات أكيد بحسب الكابتن حسام حسن ومنهم إحنا تواصلنا معهما من أجل الرد أو من أجل التوضيح ولكنهما فضلاء عدم الحديث والنهاردة كان الكابتن إبراهيم حسن وبرفقته محامي التوأم الأستاذ أشرف عبدالعزيز بيقدمه شكوى ضد مجلس إدارة المصري البورسعيدي نهاردة شفنا صور حلوة قوي للأسطورة الأمريكية على مستوى كرة السلة ونجم تاريخي في الـ NBA متوج ثلاث مرات بالـ NBA واللي واخد اختياره ضمن أفضل التشكيلة في الدوري في الـ NBA ثلاث مرات دوين ويد كان موجود في مصر النهاردة نشر صورا له وهو بيتجول مع المعالم السياحية التاريخية المصرية سواء في الأهرامات وبرفقته الممثلة الأمريكية زوجته جابريالي يونيون سواء في الأهرامات أو عند نهر النيل دي بيكون لها تأثير كبير على فكرة الصور دي مصر يعني مليانة مليانة بالصور التاريخية وبالآثار وبالمعالم المبهجة والتاريخية اللي العالم كله بيستمتع بيها فبرضو إظهار الصور دي للناس بتبقى من عوامل جذب السياحي أكيد مفيدة لنا جميعا فأهلا بكل ضيوفنا طيب نستعرض بقى كده اللي حصل في مباراة منشستر سيتي مع الريال في سانتياجو برنابيو